شلون نتعلم نقرأ الكلمات وندمج الكلمات أو ندمج الحروف ونقرأ الكلمات بشكل صحيح تابعوا الفيديو للنهاية ورح تستفيدون إن شاء الله بحول الله طلعوا دفتر وقلم أو بالتليفون وطبقوا يا إن شاء الله أنا راح أقرأ هذه الكلمات اللي باللون الأزرق ورح أدمجهم وهذه الكلمات اللي باللون الأخضر عليكم الحروف أو الكلمات عليكم ورح أدمجوهم بعد ما تفهمون هذه الفكرة تابعوا الفيديو للنهاية سووا للايك اوكي شاركوه حفظوا الفيديو من شاء الله تسفيدون هس احنا شنو عدنا هذي الكلمات شنو معناته ليش يمسوي هنا في هذا الشكل هذا يا حرف هذا حرف الحا هذا يا حرف الحا خنا طلع لك القالم يكتب هذا ما يكتب هذا الحا وهذا الجيم هذا الحا وهذا الجيم وهذا يا حرف هذا الراء مبينة الأر اشلون ندمج هنا انه مدموجات تقريبا بس الحرف هذا ممدمج هنا специال هذن اشلون نلفظهم ونقراهن بشكل صحيح زين الحا بالكلمة شلون اللفظة ما نقول الحا والجيم ما نقول الجيم هذي اسماهن بس اسماهن بس اللفظ يختلف هسه بدون حركات شو رح نقراهن الحا نقول حا او نقراه بشكل بشكل مقطعي طريقة مقطعية كل حرفين سوى والثالث بعدين اللفظة كل حرفين سوى والثالث اللفظة بعدين واحدة حا وهذا اج ها اج حج ها اج حج شلون صارت ها اج حج وهذا شنو ار ما قلنا راء ولا قلنا جيم هاذ ولا قلنا هذا حا شنقول بالبداية نقول حا الجيم نقول اج حا هذا اج شنو راح ادمجهم حا اج حا اج حج 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 هذا ار حد ار حج ار حجر وهذا الشكل صارت الكلمة من الفضها حا اج حج مقطع هذا هذني مقطع حا اج حج ار حجر هج الفض ما اقول حا وبعدها اقول و اج و ار لا حا اج حج ار حجر تمام حجر زين نجل هاي الكلمة هذي احرف هذا البا وهذا الحا وهذا الرا تمام انا نقول با وحا وراء اسمائهن ما نقول اللفظ مالتهن اللفظ هاسه اللفظة هذا با البا نقول با وهذا الحا اح بالوسط با او نقول حا عادي شون هاس نقول هنا حا وهنا نقول جا حا جا حا اج حج ار حجر اهنا نقول با حا او نقول با اح بكيفكم بس ها نقول با اح مقطع يعني ذين اثنين هذا وهذا نلفظه المقطع يصيرا كأنما لافظين حرف واحد با اح بح بح هذا با وهذا الاح بح بح با اح بح ار بحر با اح بح هذا ار بحر اعيدها هس هاد دمجنا وياهن صار انا ذيني كل من سوا بس هذيني مقطع اثنين وهذا حرف واحدة باح بح ار بح احنا ليش نسويها بشكل مقطع نلفظ حرفين سوا اذا كلمة بيها اربح حرف فهم نلفظ حرفين حرفين حتى صير كلمة اسهل ونتهجها بشكل صحيح ما نقول با ح را شون ننفضل الكلمة صير صعبة علينا شون نقول باح بح ار بح اول نقدر نقول منها ح ار ح بهذا الشكل ح ار ح هنا عدنا با وهنا ح بح ار هنا هنقدر نفس الشي ج ار جر وهنا عدنا ح ح ج ار جر هذي جر هذي جر وهذي ح في الصير ح جر هنا هم نقول ب وهذي ح ور ح يعني نسوي كل حرفين مقطع والثالث اللفظوا يهن اذا كان بالبداية او اذا بالاخير نخلي نقسم الكلمة اذا نجيل من نجيل الكلمة الثالثة هذه حرف العين هذا العين وهذه حرف الفوق اللام وهذا الميم واضح جيد وشلون راح نلفظين وشلون راح نقراهن العين واللام والميم اللام العين ع واللام ال ع عائل عائل عل بهذا الشكل عائل عل عائل عل هذا ام صارت الكلمة عائل عل ام علم شصار تواضح الكلمة عندي او اقدر اقول على ام على ام نلفظه بهذا الشكل ما نقول عين لا ميم لا على ام او نقول عائل عل ام علم بهذا الشكل اندمجت الكلمة هذي يلزك بيه بهذا الشكل صارت علم او نقدر نقول هاي العا واحد نعوفه نقول هاي لا ام لم هذي مقطع سير لا ام لم هذي عا وهذي لم ذي مقطع علم على على ام او نقول عائل عل ام علم او نقول عا بعدين لا ام لم وهذي عا علم هذي جايش راح طرق معينة او طرق هواية حتى توضح لكم الكلمة جايش راح اكثر من طريقة حتى توضح الكلمة وتعرفون شون تهجون هذا الكلام المبتدين للناس اللي حافظين بس اسماء الحروف مثلا قاف لام ميم عين لا نحفظهن بطريقة اللفظ الكلمات ما نحفظ بس الاسماء كذلك عم ستجعلنا هذي ياحرف هذي القاف وهذا اللام وهذا الباء اللام قلنا ال قائل قل وضحت قائل قل وهذا يا حرف هذا اب ما نقول باء اب قائل قل قلب قائل قل وطبعا هذا اللام تلزق بحرف الباء في هذا الشكل قائل قل اب قلب بهذه الطريقة او اقدر اقول قا لا اب قا لا اللام اقول لا او اقول ال القاف اقول قا او اقول اق بالنهاية الباء بالبداية يقول با بالنهاية اب هنا با هنا بالنهاية اب العين بالبداية عا بالنهاية ام الميم بالبداية ما بالاخير ام هش في هذا الشكل هسه شيء نقدر نقول قائل قل اب قلب قائل قل وهذه قاة وهذه القل قل اب قلب او اقول اقدر اقول هاي لا هذا اب لب وهنا عدنا قاة صارت قلب قلب بهذا الشكل زيان نجيل هذه الكلمات عليكم شنو هذه الكلمات هذه احرف الميم هذا الصاد وتكتبون الميم بهذا الشكل تنقلون حرف الميم وبعدين تنقلون الصاد بالتليفون وتعلقون طبعا وتكتبون الراء راح حصل كلمة اندمج اشلون نلفظ هن الميم نقول ما الصاد اس ما اس مص وهذا ار شصير الكلمة انتم دمجوها وكتبوها بالتعليقات وتهجوها زيان نجيل هذا الكلمة هذه احرف السين وهذا الفا وهذا الراء زيان باللفظ اشلون سا وهذا اف وهذا ار سا اف سف وهذا ار شصير الكلمة اتهجوها وانتم كتبوها وكرروها زيان هذه احرف القاف وهذا اللام وهذا الميم شصير كلمة قاف نقول ق اللام الق الق زاد نضيف لهم هذه الحرف الميم شصير كلمة انتم كملوها لفظوها زيان نجيل هذه الاخر كلمة اللام هذا اللام الب البداية وهذا الباء وهذا النون نقلوه نقلوه اللام والباء والنون رح سصير الكلمة وتهجوها لاب 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 اللي بها خمس حروف وأكثر إن شاء الله لا تنسون تضغطونا على اللايك وتشجعونا وتدعمونا وإن شاء الله نستمر ونقدم لكم الفادة والأجر والثوب إن شاء الله لنستفاد وإلكم الأجر وإننا الأجر وشاركوا الفيديو للناس اللي تحتاجه اللي يعرف يقرأ ويكتب خلي شاركه للناس اللي ما تعرف اللي ما يعرف هم يشاركه الأطفاله الأخوانه الأصدقاء للناس الكبار ومن الله التوفيق